ألاف الأمريكيين يهتفون بصوت واحد كلنا مهاجرون وهنا بيتنا هذه هي الشعارات التي هتف منادون بها يوم أمس الأحد أمام البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن احتجاجا على قرار الرئيس دونالد ترامب الذي يمنع مؤقتا دخول اللاجئين ويحضر دخول مواطني سبع دول إلى الولايات المتحدة المحتجدون رددوا بصوت واحد هدافات مناهضة لسياسة ترامب تجاه المهاجرين هذا وتعد نسبة المسلمين الذين شاركوا بهذه الاحتجاجات النسبة الأغلب بالإضافة لمشاركة أبناء ديانات أخرى كما أطلقت في بريطانيا حملة جمع توقيعات ضد الزيارة المزمعة لترامب للبلاد ودشنت الحملة عبر قسم العرائض الإلكترونية على موقع البرلمان البريطاني الإلكتروني وتجاوز عدد المواقعين 250 ألف شخص وفي وقت سابق اليوم دعا جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني إلى منع ترامب من إجراء زيارة رسمية إلى البلاد حتى يلغي قراره تجاه المسلمين كما أعلنت الحكومة البريطانية أيضا أنها ستعترض رسميا لدى الحكومة الأمريكية في حال تأثر مواطنيها من حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواطني بعض الدول الإسلامية من دخول بلاده ترامب الذي واجه موجة عارمة من الغضب داخليا ودوليا في الأيام الأولى من استلامه لرئاسة الولايات المتحدة دافع عن قراره بقوله إن الولايات المتحدة تحتاج إلى حدود قوية وإجراءات أمنية صارمة والجمعة الماضية وقع ترامب أمرا تنفيذيا تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر كما حضر دخول البلاد لمدة تسعين يوما على القادمين من سوريا العراق إيران السودان ليبيا الصومال واليمن ترجمة نانسي قنقر